السلام عليكم اليوم ان شاء الله لصفتة سأرح نحكي عن جهاز الإخراج أهمية جهاز الإخراج لجسم الإنسان عادة جسم الإنسان بتعرض لعمليات بناء وهدم عمليات حيوية نواتج عمليات البناء والهدم ينتج منها فضلات هاي الفضلات لو تبقت داخل جسم الإنسان تؤدي لتراكم سموم وبالتالي يحدث خلل في وظائف جسم الإنسان ومشاكل صحية لذا يجب التخلص من هاي الفضلات عن طريق أجهزة أساسية تتمثل في الجهاز البولي والجهاز الجلدي إذن جهاز الإخراج في جسم الإنسان يتمثل في الجهاز البولي والجهاز الجلدي احنا رح نركز في هاي الفصل على الجهاز البولي قال تعالى يا تاسع وجعلنا من الماء كل شيء حي لاحظ أهمية الماء للمحافظة على صحة و سلامة جسم الإنسان طيب بداية رح نبلش بالجهاز البولي التركيب العام للجهاز البولي وموقع الجهاز البولي في جسم الإنسان خلنا أخذ بالبداية صورة أشعة صورة أشعة الجهاز البولي يوجد في منطقة التجويف البطني لاحظ عنا كليتين كليا يمين كليا يسار الكليا اليمين لاحظ وجودها للأسفل على خلاف مع الكليا اليمين انتبه يا تاسع بدي أسألك سؤال ما اسم العضو الذي يقع أعلى الكليا اليمين ويؤدي إلى اختلاف موقعها بالنسبة للكليا اليسار انتبهوا هاي اللي تحت وهاي اللي فوق جاية في عنا هون عضو هاي واضح كبير بيؤدي للضغط على الكليا اليمين ونزولها باتجاه الأسفل فبصير عنا اختلاف الموقع إذن الجهاز البولي يتمثل بالكليتين يقع في منطقة التجويف البطني هلا بالتحديد بالتحديد في الناحية الظهرية للتجويف البطني عشان هيك بتحس مرات بوجع في خواصرك يعني باتجاه الظهر احنا بنحكي خلف الأمعاء يعني الأمعاء الغليظة والدقيقة بتكون بالأمام الكليتين بتكون عنا خلفهم مباشرة عشان هيك بنحس الوجع انه بيكون عنا في الخواصر او باتجاه الظهر هلا نشوف عنا التركيب العام للجهاز البولي بتمثل بالكلية اليمين والكلية اليسار هون الصورة أوضح كيف عنا هاي للأسفل وهي للأعلى في عنا حالب يمين وحالب يسار الحالبان حالبان بنحكي الحالب هو عبارة عن أنبوب ممر ينقل البول من الكلية إلى المثانة البولية شو هي المثانة البولية بعدها عبارة عن كيس عضلي عضلات فيها انقباض فيها انبساط تنقبض وطن بسط لدفع البول من الحالب إلى مجرى البول مجرى البول بعدها نفس الشي بيمرر البول باتجاه الفتح البولية ومن ثم لطرحه خارج جسم الإنسان إذا لو إجاك سؤال تتبع مجرى البول ابتداء من الكلية حتى طرحه خارج جسم الإنسان بنحكي الكلية الحالبان المثانة البولية مجرى البول بعدها الفتح البولية ومن ثم خارج جسم الإنسان طيب خلينا نشوف الأسئلة بتتعلق بالتركيب العام للجهاز البولي ما اسم القناة التي تنقل البول من الكلية إلى المثانة اللي هو الحالب طيب ما اسم الجزء المسؤول عن تخزين البول وين بتم تجميع البول وين بتم تخزينه في المثانة البولية طيب ما اسم القناة التي تنقل البول من المثانة البولية إلى خارج الجسم اللي هي عنا مجرى البول ومن ثم عن طريق الفتح البولية يتم طرحه خارج الجسم يعني إذا بدك تكون دقيقة بالإجابة بتم خروجها من المثانة البولية عن طريق مجرى البول ومن ثم الفتح البولية ومن ثم طرحه خارج الجسم طيب إذن ننتبه بحكي لي عندي إذا علمت أن الكبد يوجد في الجهة اليمنى من التجويف البطني ما تفسيرك اللي اختلاف مستوى ارتفاع الكلية أنا سألته بطريقة أخرى يا تاسع وحكيت لك ما اسم العضو الذي يوجد أعلى الكلية اليمين ويؤدي إلى تغيير موقعها بالنسبة لموقع الكلية اليسار إذن هذا هو السؤال اللي أنا بطرح لك إياه طيب نيجي نشوف عنه هون الفقرة هاي تخطيطها موقع الجهاز البولي بالتحديد الناحية الظهرية للتجويف البطني في الأمعاء هاي مهمة جدا حددها يا تاسع تركيب الجهاز البولي أول شي عن الكليتين واحد اتنين حالبين يمين ويسار وثلاثة المثانة البولية بتنفيها تجميع البول تعريفها لو أجاك سؤال عرف المثانة البولية كيس عضل المرن يتجمع فيه البول قبل أن ينتقل إلى مجرى البول بعد مجرى البول بيجي عن الفتحة البولية ومن ثم طرحه خارج جسم الإنسان طيب طريقة تكوين البول في الكليا كيف يتلقم تركيبه كله إن شاء الله رح نحكي بالحصة القادمة بإذن الله يعطيكم ألف عرفية ما تنسي السؤال رح أبعته على الواجب ترجمة نانسي قنقر